وثائق الشمس إنها وثائق الحقيقة وهذا هو الجزء الثاني تقدم الجزء الأول في الحلقة الماضية وكان الحديث عن كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه تلك هي وثيقتنا الأولى من وثائق الشمس من وثائق الحقيقة وثيقتنا الثانية تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه قطعا إذا كنت أتحدث بلسان الحقيقة ما بقي ما بقي بين أيدينا من تفسير إمامنا الحسن العسكري وما وصلنا منه محرفاً ومصحفاً لكن الحقيقة محفوظة في هذا الذي وصل إلينا من تفسير إمامنا الحسن العسكري رغم كل العبث الذي قد جرى على هذا التفسير الشريف ولا أعيد الكلام بخصوص موقف مراجع النجف وكربلاء أتحدث عن الحوزة الطوسية لا أريد أن أعيد الكلام بخصوص موقفهم من هذا التفسير الشريف ما بين مشكك ومنكر ومصدر لحكم الإعدام عليه مر الكلام كله في الحلقة الماضية لا أريد أن أعيد الكلام بهذا الاتجاه إنما أحدثكم بنحو مباشر عن أهم خصائص هذا التفسير ما بقي بأيدينا منه أثبت هذا في مجموعة ملاحظات أولا أسلوب جديد في التعبير تفسير إمامنا الحسن العسكري أملاه الإمام على بعض شباب شيعته وصاغه بصياغة جديدة تختلف عن صياغة الأحاديث التفسيرية التي نعرفها كالتي جمعها العياش في تفسيره أو كالتي جمعها علي ابن إبراهيم القمي في تفسيره وهكذا الأحاديث التفسيرية التي نعرفها صياغة جديدة وأسلوب جديد متميز بحيث أن الذي تواصل مع الأحاديث التفسيرية وتواصل مع تفسير إمامنا الحسن العسكري يستطيع أن يميز كلام هذا التفسير حتى لو لم يذكر المصدر فالإمام العسكري صاغه بصياغة جديدة إنه أسلوب جديد في التفسير يذهب باتجاه الشرح المفصل بينما الأحاديث التفسيرية في الأعمل الأغلب تتجه باتجاه الأسلوب المقتضب هذا لا يعني أن كل الأحاديث التفسيرية هكذا ولكن حتى ما وردنا من الأحاديث التفسيرية بنحو مطول يختلف يختلف أسلوبها عن أسلوب التعبير في تفسير إمامنا الحسن العسكري بعبارة وجيزة ومن الآخر تفسير إمامنا الحسن العسكري تمت صياغته بأسلوب جديد يختلف عن أسلوب صياغة الأحاديث التفسيرية عموما هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية طريقة جديدة في التفسير الأحاديث التفسيرية في الأعم الأغلب تذهب مباشرة إلى المعنى إلى المضمون بينما تفسير إمامنا الحسن العسكري يضرب أمثلة يحشد نصوصا كثيرة ويروي النصوص عن المعصومين جميعا وبالتسلسل فيبدأ برسول الله ويثني بأمير المؤمنين ويثلث بالزهراء وهكذا إلى أن يصل الكلام إليه وهذا لم يكن متعارفا ولم يكن موجودا في سائر الأحاديث التفسيرية التي بين أيدينا فتفسير إمامنا الحسن العسكري فيه عرض للأمثلة التوضيحية إنها أمثلة حسية أو قد تكون تأريخية وحشد مميز للنصوص عن كل المعصومين وبالتسلسل في الموضوع نفسه ومن هنا نستطيع أن نستنتج أن التفسير في أصله كان كبيرا جدا كان كبيرا جدا لأن الإمام استعمل الطريقة هذه على طول التفسير وبهذا سيكون التفسير كبيرا جدا توسع الإمام في الشرح والبيان فهذا التفسير لا يميل إلى الإيجاز ولا يميل إلى الإختصار إنه يميل إلى الإسهاب والتطويل إذن هذا التفسير فيه أمثلة فيه حشد للنصوص المعصومية وبالتسلسل بتسلسل المعصومين وفيه تطويل وإطناب في توضيح المعاني الملاحظة الثالثة وهذه واضحة جدا في كل حرف من حروف هذا التفسير الشريف التركيز على البراءة والولاية بنحو أقوى وأوضح من كل المجموعات التفسيرية الأخرى أحاديث تفسير إمامنا الحسن العسكري هي أقوى الأحاديث في عرضها لعقيدة البراءة والولاية وهذا الأمر واضح في كل النصوص التي بقيت بأيدينا من هذا التفسير الشريف الملاحظة الرابعة وهي واضحة جدا وربما هي أوضح ميزة في هذا التفسير الملاحظة الرابعة هي أوضح ميزة في هذا التفسير التركيز على الشراكة المحمدية العلوية في جميع الاتجاهات في جميع الاتجاهات في ظواهر الأمور وبواطنها في شأن الدين أو في شأن الدنيا في العوالم العلوية أو في العوالم السفلية في العبادات وشؤونها وطقوسها وفي المعاملات وآدابها وأحكامها هناك شراكة مستديمة دائمة على طول الخط إنها الشراكة المحمدية العلوية مثلما جاء في سورة طاها على لسان موسى وهو يتوجه بالدعاء إلى الله بخصوص هارون وأشركه في أمري هذا المعنى يتجلى واضحا في تفسير إمامنا الحسن العسكري من أول كلمة فيه إلى آخر كلمة هناك تركيز واضح ومؤكد ومشدد على هذه الشراكة وهذه علامة واضحة على أن التفسير الشريف في أعلى درجات الصحة وفي أعلى درجات الدقة وفي أعلى درجات الوثاقة هو ليذهب الخوئي وغير الخوئي بآرائه إلى الجحيم ليذهب هؤلاء الذين أصدروا الحكم بالإعدام على تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه من الأموات أو من الأحياء فليذهب بهرائهم وخرائهم هذا إلى الجحيم الملاحظة الخامسة وهي واضحة جدا على طول هذا التفسير التشديد على الشهادة الثالثة في كل الشؤون في كل الشؤون في جميع شؤون الدنيا والدين التشديد على الشهادة الثالثة يمكنني يمكنني أن أصفه بأنه تفسير الشهادة الثالثة مثلما نقول عن تفسير جابر الجعفي لو كان موجودا فإنه فإن تفسير جابر ضيعوه لكن لو كان موجودا إنه تفسير عقيدة الرجعة فتفسير جابر الجعفي وما هو بتفسيره إنها الأحاديث التفسيرية التي نقلها عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه لكنه عرف في الأوساط الشيعية زمان الأئمة الأئمة أيضا حينما يتحدثون عن هذا الكتاب يتحدثون عن تفسير جابر تفسير جابر عرف بأنه تفسير الرجعة بأنه تفسير متخصص في عقيدة الرجعة كانت عقيدة الرجعة مذكورة بنحو واضح ومفصل جدا في ذلك التفسير الشريف أعني تفسير جابر الذي نقله عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذا التفسير الذي بين يدي وهو تفسير إمامنا الحسن العسكري يمكنني أن أقول من أنه تفسير الشهادة الثالثة وسأضرب لكم أمثلة سأتناول هذا الموضوع في هذه الحلقة الملاحظة السادسة هذا التفسير تفسير فاضح مثل ما مر علينا في حلقة يوم أمس من أن كتاب سليم بن قيس فاضح لسقيفة بني ساعد فاضح لصحابة وجرائمهم وكاشف لعوراتهم المقرفة هذا التفسير تفسير إمامنا الحسن العسكري فاضح وكاشف لعيوب المتشيعين للذين يقولون نحن شيعة وبالأخص وبالأخص لرجال الدين لمراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى هذه وثيقة فاضحة لهؤلاء من هنا فإن الشيطان وظفهم في حرب شعواء على كتاب سليم بن قيس الذي هو فاضح لعورات لعورات الصحابة وكذلك تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي هو فاضح لعورات المراجع الطوسيين هتان الوثيقتان خطيرتان ومهمتان جدا هذه الملاحظة السادسة هذا التفسير فاضح للمتشيعين للذين يقولون نحن شيعة للعترة الطاهرة فإن تفسير يميز بين شيعة وبين المحبين وهذا الموضوع واضح وواضح جدا في هذا التفسير الشريف سأتناول أيضا شيئا من هذا في طوايا هذه الحلقة الملاحظة السابعة الميزة السابعة هذا التفسير كشف عن كثير من الخفايا بخصوص اليهود وكذلك الصحابة أسفنا أن التفسير لم يصل إلينا كاملا والذي جاءنا منه نزر يسير ومع ذلك جاءنا محرفا ومصحفا وفوق كل هذا فإن الطوسيين شنوا عليه حربا مدمرة إذن إذن الميزة السابعة فهذا التفسير تفسير إمامنا الحسن العسكري كاشف لكثير من خفايا اليهود وخفايا الصحابة أعتقد أنني وضعت بين أيديكم ملاحظات مهمة تلخص لكم أهم المضامين التي اجتمل عليها هذا التفسير الشريف نذهب إلى فاصل ولما نظر من بقي من أصحاب الحسين إلى كثرة من قتل منهم أخذ الرجلان والثلاث والأربعة يستهرنون الحسين في الذبع والدفع عن حرمه وكل يحمل آخر من كيد عدوه فخرج الجابريان وخاتل في مكان واحد حتى قتل وخرج الغفاريان فقال للحسين السلام عليك أبا عبد الله إنا جئنا لنختل بين يدي وندفع عنه فقال مرحب بكما واستدناهما منه فدنوا وهما يبكيان قال ما يبكيكما يا ابن يا أخي فوالله إني لأرجو أن تكون بعد ساعة قرير العين قال جعلنا الله فدا ما على أنفسنا نبكي ولكن نبكي عليك نراك قد أحيطا بك ولا نقدر أن ننفعك فجزاهم الحسين خيرا فقاتلا قريبا من حتى قتلا وخرجا عمر بن خالد الصيداوي وساد مولاه وجابر بن الحارف ومجمع بن عبد الله العادي وشدوا جميعا على أهل الكوفة فلما أوغلوا فيهم عطف عليهم الناس وخطعوهم عن أصحابهم فندب إليهم الحسين أخاه العباس فاستنقذهم بسيفه وقد جرحوا بأجمعهم وفي أثناء الطريق اقترب منهم العدو فشدوا بأسيافهم مع مابئ من الجراح وقاتلوا حتى ختلوا في مكان واحد ولما نظر الحسين إلى كثرة من قتل من أصحابه قبض على عشيبته المقدسة وقال اشتد غضب الله على اليهود اذ جعلوا له ولدا واشتد غضبه على النصارى اذ جعلوه ثالث ثلاثة واشتد غضبه على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر دونه واشتد غضبه على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم اما والله لا اجيبهم الى شيء مما يريدون حتى القى الله وانا مخضب بدني ثم صاح ما من مغيس يغيسنا اما من ذاب يذب عن حرم رسول الله فبكت النساء وكثر صلاخ الشهادة الثالثة في تفسير امامنا الحسن العسكري سأذكر لكم نماذج من احاديث هذا التفسير في الصفحة الثمانين بعد الخمسمائة هذه طبعة منشورات ذوي القربة انها الطبعة الاولى قموا المقدسة وقال رجل لعلي بن الحسين لامامنا السجاد صلوات الله عليه انها اذا وقفنا بعرفات وبمنا ذكرنا الله ومجدناه وصلينا على محمد وآله الطيبين الطاهرين وذكرنا آباءنا ايضا بمآثرهم ومناقبهم وشريف اعمالهم نريد بذلك قضاء حقوقهم فقال علي بن الحسين اولا انبئكم بما هو ابلغ في قضاء الحقوق من ذلك قالوا بلى يا ابن رسول الله قال افضل من ذلك ان تجددوا على انفسكم ذكر توحيد الله والشهادة به وذكر محمد رسول الله والشهادة له بانه سيد سيد النبيين وذكر علي ولي الله والشهادة له بانه سيد الوصيين وذكر الامة الطاهرين من محمد محمد الطيبين بانهم عباد الله المخلصون هنا حدث تصحيف المخلصين بانهم عباد الله المخلصون الكتاب لا يخلو من تحريف ولا يخلو من تصحيف مثل ما بينت لكم في حلقة يوم أمس الرواية واضحة وصريحة ولا أملك وقتا كافيا لإعادة قراءتها حديث في أجواء الشهادة الأولى والثانية والثالثة في الصفحة الرابعة والستين بعد الخمسمائة بخصوص الآية السابعة والسبعين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فيما جاء في هذه الآية وأقام الصلاة إمامنا الحسن العسكري يشرح لنا هذا المعنى وأقام الصلاة قال والبر هذا هو البر والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا الاعتراف شيء يقال باللسان والبر بر من أقام الصلاة بحدودها وعلم أن أكبر حدودها الدخول فيها والخروج منها معترفا بلسانه في داخل الصلاة معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار الكلام واضح الكلام واضح واضح جدا وعلم أن أكبر حدودها الحديث عن حدود الصلاة الدخول فيها والخروج منها معترفا بفضل محمد سيد عبيده وإمائه والموالات اعتراف باللسان والموالات لسيد الأوصياء وأفضل الأتقياء علي سيد الأبرار وقائد الأخيار وأفضل أهل دار القرار بعد النبي الزكي المختار لا أعلق كثيرا لضيق الوقت وإنما أذهب بكم إلى موطن آخر صفحة 302 رقم الحديث 197 عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه لعظم ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصل أبويه الأفضلين محمد وعلي صلوات الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين الرواية هاضحة لعظم ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصل أبويه الأفضلين محمد وعلي هؤلاء مراجع السوء مراجع الضلال في النجف حينما يصدرون الفتاوى من أن الصلاة تكون باطلة بسبب ذكر علي فيها أين تضعونهم وأين هو موقعهم من كلام إمامنا الكاظم صلوات الله عليه هذا الإمام يضع لنا قانونا لقيمة الصلاة هكذا يقول لعظم ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصل أبويه الأفضلين محمد وعلي لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن هذا في جانب العقيدة القلبية الكلام واضح واضح الحديث عن الصلاة بما هي هي بألفاظها وحدودها وطقوسها فأنت يا أيها المصلي حينما تذكر محمدا صلى الله عليه وآله في التشهد الوسطي والأخير وتعتقد وفقا لذلك العجل الذي تعبده في النجف أو في كربلاء لهؤلاء العجول الذين تتبعوهم هذا العجل الذي في النجف الذي يقول لك من أن ذكر علي يبطل الصلاة وأنت لا تذكر علي حتى تكون صلاتك صحيحة لأنك إذا ذكرت علي فإن صلاتك ستكون فاسدة فعلي حينما يذكر سيفسد الصلاة هل عظمت علي أم أسأت إليه ماذا تقول يا أيها الشيعي البطل العرم رمو يا أيها الحمار الدقي ماذا تقول لعظم ثواب الصلاة على قدر تعظيم المصلي المصلي يعني في صلاته على قدر تعظيم المصلي أبويه الأفضلين محمد وعلي الكلام واضح واضح وصريح جدا صفحة 300 رقم الحديث 184 عن إمامنا الرضا وقال علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه في هذه الآية إليه يصعد الكلم الطيب ما هو هذا الكلم الطيب يا أنس النفوس يا شمس الشموس يا ثامن الأئمة في سلسلة الأئمة الاثني عشر ويا عاشر الأئمة في سلسلة الأئمة الأربعة عشر هكذا يقول إمامنا الرضا إليه يصعد الكلم الطيب قول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وخليفة محمد رسول الله حقا وخلفاؤه خلفاء الله والعمل الصالح يرفعه علمه في قلبه علم الشيعي في قلبه بأن هذا الكلام صحيح كما قلته بلساني التطابق فيما بين ما هو في الخلب وما هو على اللسان وما هو في العمل هذا هو الكلم الطيب وهذا هو العمل الصالح وهذا الأمر لا يتوقف في جهة من الجهات في جميع الجهات في العبادات في المعاملات في الدروس العلمية في المحاورات العرفية في العلاقات الاجتماعية في مناسبات الأفراح العقائدية وفي مناسبات الأحزان العقائدية الشهادة الأولى مع الثانية مع الثالثة هذا التلازم تلازم في الأصل تكويني وهذه التراكيب اللفظية إنعكاس عن التلازم التكويني وهذا الأمر بينته لنا الآيات القرآنية المفسرة بتفسيرهم رواياتهم أحاديثهم زياراتهم أدعيتهم أخبرتنا عن هذه الحقيقة بوضوح نذهب إلى فاصل بلنا يحتين يحتين حاجر ونعزم على الشيخ ومن الصبح جنو لنا نوق المحاذق يحتين لما يشوف حق السيدتي مولاتي يحتين لما يشوف غير اجبال الهموم فتراجة في قبال يقول يا مثل الغيو من حل تقفالك من حل تقفالك صبحت بحال ميشوم واحلا الحرم تدرون والقاعدة هاي الزوار قال واحلا الحرم تدرون ما لنش بلد فيه قولوا يا راح يسافر هذا الطفل يبي معي حرم لها حاجة إكريد الوليك هفين ينزل يحولينها يطهومهاك المطلوبة قولوا يا راح محمل اسكانه لوت زلزل من يجلي محمل اسكينا لو تزلزال من يجينا يا ولو طاح من عزل الطفل يا ولو شيل ولو طاح من عزل الطفل يا ولو شيل وحد الظهر ان يسود الظهر الابتينه وتحليكيه وحد الظهر ان ترويه لا يبرد غلي اذا يا مرلوم يا قويا يا غليب وهالبر لغفر وهالبر لغفر ما تضطع للرجاع جيه في صفحة السابعة والتسعين بعد الاربعمائة الحديث طويل حديث طويل رقم الحديث 319 يبدأ في صفحة 495 حديث يحدثنا به امامنا الحسن العسكري عن رسول الله صلى الله عليه وآله النبي الاعظم يصف لنا تفاصيل الصلاة انه يحدثنا عن صلاتنا الواجبة اليومية الى ان يصل الى التشهد الذي يكون في داخل الصلاة انه التشهد الوسطي والتشهد الاخير حتى اذا قعد للتشهد الاول وهو التشهد الوسطي والتشهد الثاني وهو التشهد الاخير في الصلوات الرباعية وكذلك الثلاثية اما في صلاة الصبح الثنائية فان التشهد واحد يكون في اخر الصلاة حتى اذا قعد للتشهد الاول والتشهد الثاني قعد المصلي كي يتشهد قال الله تعالى يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي فيما تقدم في الركعة الاولى والثانية قعد يثني عليه ويصلي على محمد نبي لأثنين عليه في ملكوت السماوات والارض وَلَأُصَلِّيَنَّ عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ فَإِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي وَهُوَ فِي الْتَشَهُدِ فَإِذَا صَلَّى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي صَلَاتِهِ أن ذكره قال الله له لأصلين عليك كما صليت عليه الكلام هنا ليس عن ذكر الصلاة على محمد وآل محمد الكلام عن ذكر علي فقط الصلاة على محمد وآل محمد إنها شاملة لهم جميعا لكن الرواية تتحدث عن ذكر علي فقط وهو الذي يأتي بعد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في التشهد الوسطي والأخير من صلواتنا المفروضة اليومية فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته قال الله له لأصلين عليك كما صليت عليه ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به فإذا سلم من صلاته بعد أن ذكر محمد وعلي فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته وبهذا تنتهي صلاته صلاة المصلي هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا به إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف حتى إذا قعد المصلي للتشهد الأول والتشهد الثاني قال الله تعالى يا ملائكتي قد قضى خدمتي وعبادتي وقعد يثني علي ويصلي على محمد النبي لأثنين عليه في ملكوت السماوات والأرض ولأصلين على روحه في الأرواح فإذا صلى على أمير المؤمنين في صلاته قال الله له لأصلين عليك كما صليت علي ولأجعلنه شفيعك كما استشفعت به فإذا سلم من صلاته سلم الله عليه وسلم عليه ملائكته ونقرأ أيضا في هذا التفسير الشريف صفحة 375 رقم الحديث 276 عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا أخبر الله تعالى أن من لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتوراة حتى لو كان يدعي أنه يؤمن بالتوراة لأن القرآن يهيمن على جميع الكتب أخبر الله تعالى هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر الله تعالى أن من لا يؤمن بالقرآن فما آمن بالتوراة لأن الله تعالى أخذ عليهم الإيمان بهما بالتوراة والقرآن لا يقبل الإيمان بأحدهما إلا مع الإيمان بالآخر فكذلك فرض الله الإيمان بولاية علي بن أبي طالب كما فرض الإيمان بمحمد فمن قال آمنت بنبوة محمد وكفرت بولاية علي فما آمن بنبوة محمد إن الله تعالى إذا بعث الخلائق يوم القيامة نادى منادي ربنا نداء تعريف الخلائق في إيمانهم وكفرهم فقال المنادي الله أكبر الله أكبر ومنادي آخر ينادي معاشر الخلائق ساعدوه على هذه المقالة فأما الدهرية وهم الذين ينكرون وجود الله فأما الدهرية والمعطلة أصناف من الزنادقة أصناف من الضالين والمضلين فأما الدهرية والمعطلة الذين ينكرون وجود الله فيخرسون عن ذلك ولا تنطلق ألسنتهم فيتميزون ويقولها سائر الناس من الخلائق فيمتاز الدهرية والمعطلة من سائر الناس بسبب أنهم لم يستطيعوا أن يرددوا التكبير لأنهم لا يؤمنون بوجود الله ثم يقول المنادي أشهد أن لا إله إلا الله فيقول الخلائق كلهم ذلك إلا من كان يشرك بالله تعالى من المجوس والنصارى وعبدة الأوثان فإنهم يخرسون فيبينون بذلك من سائر الخلائق ثم يقول المنادي أشهد أن محمدا رسول الله فيقولها المسلمون أجمعون ويخرس عنها اليهود والنصارى وسائر المشركين ثم ينادي من آخر عرصات القيامة ألا فسوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد بن نبوة فإذا النداء من قبل الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون تقول الملائكة الذين قالوا سوقوهم إلى الجنة لشهادتهم لمحمد بن نبوة لماذا يوقفون يا ربنا فإذا النداء من قبل الله تعالى قفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب وآل محمد يا عبادي وإمائي إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى إني أمرتهم مع الشهادة بمحمد بشهادة أخرى هل يمكن أن نتصور الصلاة من دون الشهادة الأخرى فإن جاءوا بها فعظموا ثوابهم وأكرموا مآبهم وإن لم يأتوا بها لم تنفعهم الشهادة لمحمد بن نبوة ولا ليب الربوبية فمن جاء بها فهو من الفائزين ومن لم يأت بها فهو من الهالكين قال فمنهم يقول من الناس قد كنت لعلي بن أبي طالب بالولاية شاهدا ولآل محمد محبة وهو في ذلك كاذب يظن أن كذبه ينجيه فيقال له سوف نستشهد على ذلك عليا إلى آخر الرواية الرواية فيها تفصيل والوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب لكنني أكتفي بما قرأت منها هذه نماذج من أحاديث الشهادة الثالثة في تفسير إمامنا الحسن العسكري مثل ما قلت لكم قبل قليل وأنا أحدثكم عن خصائص هذا التفسير هذا تفسير الشهادة الثالثة وهذا التفسير كذلك فاضح فاضح لحال المتشيعين وبشكل خاص فاضح لرجال الدين للمراجع الطوسيين اللعناء على سبيل المثال ما جاء في الصفحة الثالثة والثلاثين إنه الحديث السادس والعشرون إمامنا العسكري يحدثنا بحديث أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين أمير المؤمنين يخاطبنا إذا كنا من شيعته فيقول يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا نذهب إلى فاصل تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع أبا العترة الطاهرة تعاليت من فلك قطره يدور على المحور الأوسع فيبنى فيبنى البتول وحسبي بها فيبنى البتول وحسبي بها ضماناً على كل ما أدعي ويبنى التي لم يضع مثلها كمثلك حملاً ولم ترضعي ويبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحا سر الأنزعي ويا غصنها شما لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي ويا واصلاً من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع أبا عبد الله يسير الوراء يسير الوراء بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي يسير الوراء بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي وأنت أنت وحدك أنت يا حسين وأنت أنت تسير ركب الخلود وأنت أنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي يا حسين تمثلت يومك في خاطري تمثلت يومك في خاطري ورددت صوتك في مسمعي يا معشر شيعتنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوجه حديثه إلينا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمعتقدين مودتنا المنتحلون هم المعتقدون يا معشر شيعتنا يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم إياكم وأصحاب الرأي هؤلاء مراجع النجف وكربلاء هؤلاء هم المراجع الطوسيون اعتمدوا على آرائهم فجاءونا بعلم الرجال وعلم الحديث وعلم الكلام وعلم أصول الفقه وما يسمونه بعلم التفسير وعلوم القرآن إلى غير ذلك هذا نتاج آرائ علماء سقيفة بني ساعدة وهم تبنوا ذلك بحسب آرائهم إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن السنن هي الأحاديث التفسيرية التي تفسر قرآنهم صلوات الله عليه والتي بايعنا على التمسك بها في بيعة الغدير فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها ما لهم من علم بأحاديث العترة الطاهرة تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها لا يحفظون الأحاديث ولا يدركون معناها وكيف يدركون معناها وهم يسيرون في اتجاه مخالف لاتجاه العترة الطاهرة فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا وما له دولا اتخذوا عباد الله خولا عبيدا أتحفونا أتحفونا بالوثيقة الديخية لا أريد أن أجيب الأسوان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبة إليها قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اشي عنهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نب عبارة واحد من الأعلام أتقل خمس سنة قلين مستعجب مستعجب تركب يعني خلافة أغامي شمي كما تقول خلافة أغامي شمي تبغل أغامي شمي كان حركة فقوش ديخ عربي فقوش والنس عبادة كنا على أو كلكم تعرفونا لأنه ما لتأجيب الأسماء عربي قال تركب مثل ما تركب نعم والله ديخ ومش أغامي لا مو علم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة فاتخذوا عباد الله خول حميرا ديخيين هذا هو واقع الشيعة واقع الحمير هنيئا لشيعة بهذا الواقع المنير بهذا الواقع المنير إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فيما بينهم مثل ما يقولون للشيعة أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء من أن أموال الإمام تكون في جيوب الشيعة ولكن حينما تنتقل إلى جيوبهم تصبح مجهولة المالك فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب هؤلاء الذين أتباعهم أمير المؤمنين يصفهم بأنهم أشباه الكلاب فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب ونازعوا الحق أهله نازعوا آل محمد حقهم ونازعوا الحق أهله وتمثلوا بالأئمة الصادقين يضحكون على أتباعهم الحمير وهم من الجهال والكفار والملاعين فسئلوا عما لا يعلمون والأسئلة موجودة على مواقعهم الألكترونية يسألون فلا يقولون إننا لا نعلم يجيبون أجوبة مخالفة لدين العترة الطاهرة فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا وهذا هو حال مراجع حوزة النجف وكربلاء وحال الشيعة من أتباعهم الرواية واضحة وواضحة جدا وبعد هذه الرواية تأتي رواية مفصلة عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لا أجد مجالا لقراءتها بنحو تفصيلي لكنني سأشير إلى بعض من كلماتها هذا هو الحديث السابع والعشرون في الصفحة الرابعة والثلاثين وما بعدها عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه ظاهره وتماوت في منطقه إنه يظهر الخشوع والتخشع كما يفعل الكثير من أصحاب العمائم أو من أتباعهم إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فارويداً رويداً لا يغرنكم لا تخدعوا بهذه الأساليب فارويداً لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخاً لها فهو لا يزال يختل الناس بظاهره يخدعهم فإن تمكن من حرام اقتحم هذا الحال إذا أردنا أن نبحث في أوساط المعممين من معممي الشيعة أو من معممي السنة فإننا سنجد الكثيرين والكثيرين والكثيرين ممن تنطبق عليهم هذه الكلمات النسبة الأعظم من معممي السنة ومعممي الشيعة ينطبق عليهم هذا الوصف إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه سمته مظهره هديه تصرفه في أقواله في أفعاله إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها لضعف بنيته ومهانته وجبن قلبه فنصب الدين فخا لها فخا للدنيا فهو لا يزال يقتل الناس بظاهره يخدعهم فإن تمكن من حرام اقتحم الرواية فيها تفصيل كثير لكنني أذهب إلى هذه الجهة منها وهي تنطبق على مراجع النجف وكربلاء هؤلاء هؤلاء الذين يظهرون الزهد والتزهد فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا إنه يظهر التزهد حتى يستطيع أن يتسلط على الدنيا فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة الحديث عن الرئاسة الدينية لأن الكلام في الرواية عن رجال الدين يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة والرئاسة الدينية ليست كالرئاسة الدنيوية الرئاسة الدينية بحاجة لقبول الناس الرئاس الدنيوي لا يشترط فيه أن تقبله الناس خصوصا في دولنا العربية ودولنا الإسلامية يفرض نفسه بالقوة لكن الرئاسة الدينية تحتاج إلى قبول من الناس ومن هنا لا بد أن يخدعوا الناس لا بد أن يضحكوا عليهم وهذا هو الذي يفعله مراجع النجف وكربلاء وعلماء الدين بشكل عام في الوسط السني وفي الوسط الشيعي وحتى في سائر الديانات الأخرى فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة فهذا الزهد والتزهد ما هو بأمر حقيقي هذه عدة للعمل وهكذا يضحك على الشيعة ويضحك على السنة أيضا هذه اللعبة جارية منذ زمان سقيفة بني ساعدة بالنسبة للسنة ومنذ زمان سقيفة بني طوسي بالنسبة للشيعة وماذا بعد؟ الرواية طويلة أذهب إلى رواية التقليد وهي رواية طويلة يحدثنا إمامنا الصادق فيها إنني أقرأ من الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائتين الرواية تبدأ من الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين وهي بالرقم الثالث والأربعين بعد المائة يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن بعض أوصاف مراجع الشيعة الذين لا يجوز تقليدهم فمن جملة أوصافهم وإهلاك من يتعصبون عليه إنهم يهلكون الذين يختلفون معهم يعترضون عليهم وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا إنه على حق في اعتراضه وفي انتقاده لكنهم يسعون إلى إهلاكه بكل الوسائل وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له من أتباعهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا أنا أسأل عمائم النجف وكربلاء أسأل العمائم الصغيرة هل تعرفون مرجعا في النجف أو في كربلاء أو في قوم أو في مكان آخر لا يعمل بهذه الطريقة هل هناك ربما يوجد في المريخ ولكن على الأرض في العالم الشيعي نحن لا نعرف مرجعا على الإطلاق إلا وهو يعمل بهذا القانون إنهم يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا إمامنا الصادق ماذا يقول فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائه هنيئا لشيعة بتقليدهم لمراجعه وهنيئا لهم بمراجعهم الذين يقول عنهم إمامنا الصادق من أنهم مثل فقهاء اليهود فمن قلد من عوامنا من مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام الحديث عن عوام الشيعة أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر مراجع النجفي وكربلاء بحسب الرواية ملبسون كافرون لست أنا الذي أقول هذه أحاديث الأئمة وهذا تفسير إمامنا الحسن العسكري صحيح أنهم يضعفون التفسير لكننا نعمل بهذه القائدة من أن الصواب في خلافهم في خلاف هؤلاء القمامة الذين يخالفون دين العترة الطاهرة هكذا يصفهم الإمام الصادق بأنهم ملبسون كافرون هؤلاء كافرون ببيعة الغدير إمام زماننا هو الذي بيّن لنا هذا في الرسالة التي بعث بها إلى المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة وهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم كثير من المراجع مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الذي ينكث بمواثيق وعهود بيعة الغدير إنه كافر بصريح القرآن بصريح الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة ولذا فإن الإمامة الصادقة يصفهم هنا بأنهم ملبسون وكافرون لأنهم كذابون وحدثتكم عن كذبهم في الحلقة الماضية لا أريد أن أعيد الكلام بينت لكم من أنهم يكذبون بدرجة تكون أكثر من كذب علماء سقيفة بني ساعد ولذا فهم أضروا من شمر وأضروا من حرملة إمامنا الصادق هو الذي يقول وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه المضامين واضحة في كلمات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هؤلاء هم مراجع السوء هؤلاء هم فقهاء الضلال أتحدث عن مراجع وفقهاء الحوزة النجفية الكربلائية الطوسية اللعينة هذه الأحاديث عنهم وليس عن غيرهم لأن الإمام يتحدث عن أحوال الشيعة زمان الغيبة الكبرى صفحة خمسمية وأربعة وخمسين رقم الحديث ثلاثمية وخمسين يبدأ في الصفحة خمسمية وثلاثة وخمسين عن إمام من السجاد عن رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من النبي يقول وإن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله هؤلاء كذابون هؤلاء كذابون الإمام الصادق يصفهم بأنهم ملبسون كافرون بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وإن لحم الخنزير لو أنكم تأكلون لحم الخنزير لكان في الحرمة أخف بكثير مما تفعلونه من تعظيم هؤلاء السفهاء وإن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله وتسميتكم بأسمائنا أهل البيت وتلقيبكم بألقابنا من سماه الله بأسماء الفاسقين ولقبه بألقاب الفاجرين الله سبحانه وتعالى يصف الذين ينقضون بيعة الغدير بأنهم كافرون في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة إنها آية الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الناقضون لبيعة الغدير الله يصفهم بالكافرين إن الله لا يهدي القوم الكافرين وأنتم تصفون هؤلاء المراجع بأنهم نواب صاحب الزمان بأنهم آيات الله العظمى بأنهم حجج الإسلام والمسلمين بأنهم 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 والقرآن يصفهم بأنهم كافرون الإمام الصادق يصفهم بأنهم ملبسون كافرون بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وهم هم نفس المراجع يصفون أتباع سقيفة بني ساعدة بأنهم مؤمنون وبأنهم مسلمون والقرآن يصفهم بأنهم كافرون هذه الآية صريحة الذين نقضوا بيعة الغدير هم أتباع سقيفة بني ساعدة نقضوها قولا وفعلا عملا ومضمونا وأنكروها وحرفوا الأحاديث أتباع سقيفة بني بني طوسي أنكروها عمليا بالألسنة يقولون إننا نعتقد ببيعة الغدير لكنهم نقضوا مواثيق بيعة الغدير ميثاقا ميثاقا ويصرون على ذلك وذهبوا يعملون بمنهاج سقيفة بني ساعدة الذي هو ناقض لبيعة الغدير بدرجة مئة بالمئة فجاءوا بذلك المنهج الناقض لبيعة الغدير بدرجة مئة بالمئة وأضافوا إليه أكاذيبه أضافوا إليه أكاذيبه فصاروا أكذبا من أتباع سقيفة بني ساعد وهذا هو الذي تتحدث الروايات والأحاديث عنه النبي الأعظم يقول وإن لحم الخنزير أخف تحريما من تعظيمكم من صغره الله وتسميتكم بأسمائنا أهل البيت وتلقيبكم بألقابنا من سماه الله بأسماء الفاسقين ولقبه بألقاب الفاجرين فماذا تقولون ماذا تقولون أليس هذا هو الواقع الذي تعيشون فيه هل هناك واقع آخر نذهب إلى فاصل ما شفناك شدينا الباب وما نقبل نعشك ثاني يحشين ماذا تقولون ما حبينا وما شفناك ما شاء الله عهد ويضل عهد ويضل نحشك ثاني وياك عهد وياك آه ياه ما طعب جرح يمصي بيتك تقيل تقيل ارفع الهديك ارفع الهفوق ما طعب جرح يمصي بيتك عاشر يقلو ضيح بابك بين انت تجري ويا الدم يا الله بين انت تجري ويا الدم ونحوم فوق ترابك تغيب وتعود الشامس تغيب وتعود الشامس يالما عرف لك وعبك معرف له جاري الزمن بجروح نجيك بابك اي بجروح نجيك بابك اي كل يوم نشاهد هالحالة من يقصد محتاج يرجع والبسمة على شفافة ويرجع لابستاج كل يوم نشاهد هالحالة من يقصد محتاج يرجع هالحالة من يقصد محتاج يرجع والبسمة على شفافة ويرجع لابستاج لقينا الحل ولا نقبل لقيه ما شاء الله نعشد في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المائتين إنه الحديث التاسع والاربعون بعد المائة عن رسول الله صلى الله عليه وآله يسألون يسألون النبي الأعظم إنني سأقرأ جانبا من الحديث فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي هذا السؤال يوجه لرسول الله صلى الله عليه وآله فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي قال صلى الله عليه وآله من قذر نفسه من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي قلت لكم بأن التفسير الشريف يؤكد على الشراكة المحمدية العلوية وأنتم تلاحظون هذا في الأحاديث التي قرأت ما قرأت منها بنحو مقتضب وموجز وإلا فالتفسير كله من أوله إلى آخره وفقا لهذه الطريقة فهل يدخل جهنم أحد من محبيك ومحبي علي قال من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالفة ما رسما له من الشرعيات ذهب باتجاه سقيفة بني ساعد وخالفة ما رسما له من الشرعيات رسم لنفسه برنامجا آخر وهذا بالضبط ما يفعله مراجع النجث وكربلاء من هنا إنني أصفهم بالقذارة لأن النبي هو الذي وصفهم بالقذارة وخالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامة قذرا طفسا وطفاسة أقبح وأوسخ من القذارة وهؤلاء هم مراجع النجث قمامة قمامة زبالة قذارة طفاسة وسخ على وسخ جاء يوم القيامة قذرا طفسا يقول له محمد وعلي يهفلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار إلى آخر ما جاء في الرواية يهفلان أنت قذر طفس هؤلاء هم القمامة الطوسية إنهم مراجع النجث وكربلاء هذه أحاديث الأئمة هذه الأوصاف تنطبق عليهم انطباقا كاملا من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وأية قذارة أقبح من التفكيك بين ذكر محمد وذكر علي في الصلوات الواجبة هل هناك من قذارة تكون أقبح وأنتنى وأطفس وأوسخ من هذه القذارة أن يفككوا بين ذكر محمد وعلي ويقولون ويقولون سود الله تعالى وجوههم القبيحة يقولون من أن ذكر علي إذا جاء مشاركا لذكر محمد صلى الله عليه وآله فإنه يبطل الصلاة ألا لعنة الله على دينهم ألا لعنة الله على فتاواهم وفقههم من قذر نفسه بمخالفة محمد وعلي وواقع المحرمات وظلم المؤمنين والمؤمنات وخالف ما رسم له من الشرعيات جاء يوم القيامة قذرا طفسا يقول له محمد وعلي يا فلان أنت قذر طفس لا تصلح لمرافقة مواليك الأخيار إلى آخر ما جاء في الرواية الطويلة المفصلة الشريفة صفحة 319 رقم الحديث 234 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إمامنا يحدثنا عن راوية حديث يكون مناقضا لأولئك الذين وصفهم رسول الله وأمير المؤمنين بأنهم قذرون طفسون إمامنا الصادق يقول من كان همه في كسر النواصب إنهم نواصب سقيفة بني ساعدة ونواصب سقيفة بني طوسي هؤلاء يضللون الشيعة يجب على رواة الحديث الذين هم رواة حديث فعلا يجب عليهم أن يقفوا في وجه هؤلاء النواصب وأن يكسروا هؤلاء النواصب وأن يفضحوهم وهذا ما تقوم به قناة القمر الفضائي من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم ويفخم أمر محمد وآله جعل الله همة أملاك الجنان في بناء قصوره ودوره إلى آخر ما جاء في الرواية وظيفة رواة الحديث هي هذه يكسرون النواصب عن شيعة العترة يكشفون عن مخازيهم يبينون عوراتهم ويفخمون أمر محمد وآله ماذا تقولون أنتم يا أيها الذين تتابعون هذه البرامج أليس الذي يعرض في قناة القمر الفضائية هو هو هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذن لماذا تعترضون حينما نكشف عن عورات المراجع السفهاء في النجف وكربلا وهم كلهم عورات وقبائح وقذارة وقمامة دقق النظر في كلمات إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم وإلا إذا لم يفعل هذا الذي يتحدث عنه الإمام الصادق صلوات الله عليه فإن المراجع سيبقون مقدسين فإن المراجع سيبقون آيات الله العظمى يجب علينا أن نكشف عن عوراتهم وعن قبائحهم فهم جماع عورات وجماع قذارة وجماع قبائح الشيعة مخدوعون بهم هؤلاء لا يملكون أي علم في دين العترة الطاهرة هؤلاء كل الذي في عقولهم قذارة في قذارة في قذارة إنها قذارة نواصب سقيفة بني ساعد أما دين العترة فلا محل له من الإعراب عندهم من كان همه في كسر النواصب عن المساكين الموالين لنا أهل البيت يكسرهم عنهم ويكشف عن مخازيهم ويبين عوراتهم ويفخم أمر محمد وآله إلى آخر ما جاء في الرواية صفحة ثلاثمية وثلاثة عشر رقم الحديث ميتين وخمسة وعشرين عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم الإمام يتحدث معنا لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه وليس الذين يقفون قطاع طريقهم وليس الذين يقولون إننا لا نريد أن يظهر صحب الأمر في زماننا لأننا سنحاربه سنرتد عن دينه ما هذا هو قول كبار مراجع الشيعة سود الله تعالى وجوههم هذه الرواية لا تتحدث عن الذين يقفون قطاع طريق فيما بين الإمام وبين شيعته ولا تتحدث عن أولئك الذين لا يريدون للإمام أن يظهر في زمانه وإنما أن يستمر في سلطتهم وحكومتهم على الناس وأن يضحك على الناس الرواية تتحدث عن العلماء عن رواة الحديث الذين نذروا حياتهم لخدمة إمام زمانهم مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه حين سألوه عن القائم قال لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذا المعنى لا وجود له في الواقع الشيعي وخصوصاً في واقع المراجع وفي واقع الحوزويين وفي واقع أصحاب العمائم لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله والذابين عن دينه بحجج الله بالقرآن حجج الله أين فالقرآن فهل هناك من مراجع النجفي وكربلاء يذبون عن دين الله بحقائق القرآن ماذا يفقهون من حقائق القرآن هؤلاء الثولان أي شيء يفقهون من حقائق القرآن هؤلاء الخوثان لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليسه ومردته ومن فخاخ النواصب إنهم نواصب سقيفة بني ساعدة الأخطر منهم نواصب سقيفة بني طوسي إنهم مراجع النجفي وكربلاء والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليسه ومردته ومن فخاخ النواصب لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل الأحاديث في هذا السياق كثيرة جدا مثلما قلت لكم فإن تفسير إمامنا الحسن العسكري فضح المتشيعين وكشف عن ضلال رجال الدين هذا التفسير بيّن لنا عورات مراجع النجف وكربلاء وشخص لنا في الوقت نفسه خصائص رواة الحديث الذين أرجع الإمام الحجة الشيعة إليهم من هنا فإنهم يحاربون هذا التفسير من هنا فإنهم ينكرون هذا التفسير من هنا فإنهم يصدرون حكم الإعدام على هذا التفسير هذا تفسير الحقائق هذا تفسير الوثائق مثلما عنونت لكم حلقة يوم أمس وهذه الحلقة وثائق الشمس هذه وثائق الشمس هذه وثائق الحقائق نذهب إلى فاصل السلام على من نكثت ذمة السلام على من هدكت حرمة السلام على من أريق بالظلم دم السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المضام المستباح السلام على المنحور في الوراء السلام على من دفنه أهل القراء السلام على المقطوع الوتي السلام على المحامي بلا معين السلام على الشيب الخطيئ السلام على الخد التريئ السلام على البدن السبيئ السلام على التغر المقروع بالقضيئ السلام على الرأس المرفوع السلام على السلام على المغسل السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الزئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريا وقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السننى والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرقوا آيات القرآن وهمجوا في البغي والعجوى وعطلوا صار واضحا عندنا أن التفسير الشريف الذي بين أيدينا إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري يؤكد يؤكد وبنحو واضح على الشراكة الثابتة في جميع الاتجاهات بين محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما وأعتقد أنكم تلمستم هذا واضحا في النماذج التي قرأتها عليكم وإني لم أكن متقصدا أن أبين هذا المعنى إنما اخترت الأحاديث التي تؤكد على الشهادة الثالثة واخترت الأحاديث التي تخبرنا عن حال رجال الدين في الوسط الشيعي عن المراجع الطوسيين السفهاء وعن الذين يخالفونهم وعن الذين يكشفون عوراتهم ومعايبهم هناك شيء واضح مميز مشخص فيما تقدم من كلام وحديث نقطة تلفت الأنظار حينما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه من أن مراجع التقليد عند الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه جيش يزيد ماذا فعلوا إمام زماننا هو الذي يخبرنا هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار للمجلسي وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنها الصفحة الثانية والعشرون بعد الثلاثمئة زيارة زيارة الناحية المقدسة الزيارة المروية عن إمام زماننا والتي يزار بها الحسين في مثل هذا اليوم في يوم عاشورة ماذا نقول فيها فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام هناك تفريع سيأتي لكن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه لخص الأمر في هذه الجملة جيش يزيد هذا هو الذي فعله مع الحسين وأصحابه لقد قتلوا بقتلك الإسلام مراجع النجف وكربلاء أضروا على ضعفاء الشيعة وهم ضعفاء العقيدة ما هم بضعفاء الأبدان أضروا على ضعفاء الشيعة إنهم أديخيون أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذا هو الذي فعله جيش يزيد لقد قتلوا بقتلك الإسلام يا أبا عبد الله مراجع النجف ماذا فعلوا لقد فعلوا أسوأ من هذا لأن جيش يزيد حينما قتل الحسين ذهبوا يتباهون بقتله هذا الذي أخذ الرأس وذهب إلى عبيد الله بن زياد دخل متباهيا إني إني قتلت السيدة المحجبة قتلت خيرا ناس أما وأبا هكذا دخل متباهيا متفاخرا أما مراجع النجفي وكربل قتلوا الإسلام ولكنهم يضحكون على الشيعة من أنهم على دين الإسلام قد تقولون كيف ذلك بيعة الغدير هي الإسلام دست أنا الذي أقول القرآن هو الذي يقول وقرأت عليكم ما قرأت من الأحاديث في هذا الخصوص من كتب أتباعي السقيفة بني ساعدة قرأت هذا عليكم ماذا نقرأ في سورة المائدة في الآية السابعة والستين بعد البسملة نزلت بيعة الغدير إنها آية الغدير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين كفروا ببيعة الغدير هؤلاء هم ألعنوا الكافرين الذين آمنوا جاءهم هذا الخطاب في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صار الإسلام دينا كاملا تاما مرضيا ببيعة الغدير فهذا يعني أن الإسلام يساوي بيعة الغدير وأن بيعة الغدير تساوي الإسلام لقد قتلوا بقتلك الإسلام لقد قتلوا بيعة الغدير لكنهم كانوا يفتخرون بذلك أما مراجع النجف قتلوا بيعة الغدير عملياً وعلمياً وعقائدياً وفقهياً وتفسيرياً وفي جميع الاتجاهات وفي الوقت نفسه يضحكون على الشيعة من أنهم يحتفلون في عيد الغدير ومن أنهم على بيعة الغدير والشيعة الحمير يتبعونهم ولذا هم أضر عليهم من جيش يزيد أضر عليهم من علماء الوهابية أضر عليهم من سقيفة بني ساعدة لأن الواقع الذي يتحقق على الأرض هو هذا فحينما نخاطب سيد الشهداء في زيارة الناحية المقدسة لقد قتلوا بقتلك الإسلام بني أمية بني أمية قتلوا الإسلام بقتل الحسين وكانوا يفتخرون بذلك ويجعلون من يوم عاشوراء عيداً وإلى اليوم إلى اليوم أتباعوا سقيفة بني ساعدة في العديد من بلدان العالم يجعلون يوم عاشوراء يوم عيد لهم لازال أعداء العترة الطاهرة في فلسطين الفلسطينيون النواصب إلى زماننا هذا يحتفلون بعيد الظفر عيد الظفر يوم عاشوراء إنه اليوم الذي ظفر به يزيد بالحسين كثيرون من الفلسطينيين يحتفلون في يوم عاشوراء إلى زماننا هذا وحتى هناك في العراق هناك في العراق في الأنبار في الرمادي وغيرها يحتفلون ويرقصون ويجعلون أعراسهم في يوم عاشوراء فالأمويون جيش يزيد قتلوا الحسين علنا وهم فرحون بذلك ويفتخرون بذلك أما مراجع السوء مراجع الخيانة مراجع القذارة مراجع الضلال مراجع النجف وكربلاء هؤلاء يظهرون الحزن أهل الحسين ويظهرون الفرحة بيوم الغدير ولكنهم قتلوا الحسين وقتلوا الإسلام وقتلوا الغدير باتباعهم المنهج الطوسي العباسي الناصبي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري القذر هذه هي الحقيقة جيش يزيد قتل الإسلام حين قتل الحسين وتفرع عن ذلك ما يبينه لنا إمام زماننا نقرأ ماذا جاء في زيارة الناحية المقدسة فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام هل تركوا الصلاة والصيام كانوا يصلون ويصومون لكن صلاتهم باطلة فحينما تكون صلاتهم باطلة فإن صيامهم باطلون إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها الحديث عن العبادات والطقوس والأعمال مركزها الصلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها هم لم يتركوا الصلاة والصيام فيهم من ترك الصلاة والصيام لكن الأمة الأموية القذرة النجسة التي عاصرت مقتل الحسين وما فعلت شيئا هذه الأمة النجسة كانت تصلي كانوا يصلون كانت المساجد تمتلئ وقت الصلاة بالناس لكنها صلاة باطلة صلاة معطلة لا قيمة لها وحينما عطلت الصلاة عطل الصيام وعطل سائر العبادات لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام مراجع النجف عطلوا هذه الصلاة هذه الصلاة التي يصلها الشيعي من أتباع مراجع النجف وكربلاء هذه صلاة طوسية وصلاة الطوسي صلاة شافعية بامتياز ما هي بصلاة إمامنا الصادق هذه صلاة الشافعي ولذا فهي خلية من ذكر علي بن أبي طالب صلاة الصادق يزينها ذكر علي بن أبي طالب بصريح القرآن وصريح الروايات والأحاديث وقد عرضت هذا مفصلا في برامج السابقة يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع كي تطلعوا على التفاصيل هؤلاء أيضا عطلوا الصلاة ولكن بطريقة شيطانية نجسة خبيثة يقولون من أنهم يتبعون منهج الصادق في تشريع الصلاة ووالله لا يتبعون منهج الصادق في تشريع الصلاة إنهم يتبعون منهج الطوسي ومنهج الطوسي هو منهج الشافعي الطوسي رجل شافعي معتزلي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة أبدا فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام أنا لا أمتلك وقتا كي أشرح كل هذه الجمل لكن هذه المضامين تتفرع عن قتلهم للحسيني الذي هو قتل للإسلام فحينما يقتل الإسلام يظهر ما يظهر هذه العناوين تبين آثار قتل الإسلام فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل يا أبا عبد الله وفقد بفقدك التكبير والتهليل لم يفقد صوتيا ولفظيا وإنما فقدت حقيقة التكبير والتهليل وإلا فالأذان كان يرفع في المساجد وحتى في البيوت وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل هذه العناوين ظهرت في الأمة الأموية التي قتلت حسينة وهي هي وبنحو أسوأ ظهرت في الواقع الشيعي وهي في حالة تزايد منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما أسس الطوسي اللعين مذهبه اللعين وحينما أسس حوزته اللعينة في النجاف هذه العناوين موجودة في واقعنا الشيعي الوقت لا يكفي كي أتناولها عنوانا عنوانا لكنني ما ضربته لكم من مثال بالصلاة والتي عند بطلانها سيكون الصيام باطلا أنتم أنتم يا أيها الذين تقولون إننا شيعة إنكم تصلون صلاة باطلة وحينما تكون صلاتكم باطلة حجكم باطلون وصيامكم باطلون لماذا لا تقفوا قليلا كي تتأكدوا من هذا الكلام لا تصدقوني لا تصدقوني ولكن ابحثوا ابحثوا وتأكدوا من الأمر هل هذا الكلام صحيح ابحثوا وتأكدوا تعاملوا مع هذا الكلام مثلما تتعاملون مع الأخبار التي تسمعونها في القنوات الفضائية المختلفة إنكم تصدقون بأخبارهم أنا لا أطالبكم أن تصدقوا بما أقوله لكم وإنما أقول لكم حافظوا على دينكم وابحثوا هل هذا الكلام الذي أخبركم به صحيح أو لا عودوا إلى الكتب عودوا إلى المصادر وتأكدوا من الأمر بأنفسكم فجيش يزيد قتل الحسين وحين قتل الحسين قتل الإسلام فالويل للعصات الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام إلى آخر ما جاء في عبائر الزيارة الشريفة الأمر هو وهو في مراجع النجف وكربلا لقد قتلوا الإسلام حينما قتلوا بيعة الغدير أعتقد أن المضامين واضحة وواضحة جدا هذا رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة الرابعة ألفين وأربع ميلادي صفحة ميتين وتسعة وتسعين رقم الحديث خمسمية وخمسة وثلاثين بسنده عن علي بن يزيد الشامي قال قال أبو الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال أبو عبد الله إمامنا الصادق إمامنا الكاظم يحدثنا عن أبيه الصادق ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين في الكتاب الكريم إلا وهي في من ينتحل التشيع ينتحل يعتقد فهل كل شيعي منافق أم أن الشيعة سيتعرضون لخطر النفاق قطعا لا يمكن أن يصح هذا الكلام أن نقول أن كل شيعي منافق هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا لأننا إذا قلنا هذا الكلام هذا يعني أن سلمان المحمدية منافق فلا يمكن أن يكون الكلام هكذا من أن كل شيعي منافق ولكن الكلام هذا الكلام يشير إلى أن الشيعة سيتعرضون لخطر النفاق والذين يتعرضون لخطر النفاق هم الأعم الأغلب والأعم الأغلب هم أتباع المراجع هذه هي الحقيقة دققوا في هذا الأمر هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع يعتقد التشيع الكلام خطير خطير لكن الذي تحول إلى حمار ديخي لن يستشعر هذا الخطر هو حمار ديخي الحمار الديخي هو حمار بشري أسوأ بكثير بكثير من الحمار الحيوان روث الحمار الحيوان أشرف منه الحمار البشري الديخي وهو الشيعي الطوسي الذي يقلد مراجع النجف وكربلا أعيدوا لنا أعيدوا لنا بث الوثيقة الديخية مرد أجيب الأسمان واحد قال لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لي لأخر بابا ما توصل النوبة إليا؟ قال توصل أطمئنن تركبهم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نب عباردة واحد من الأعلى أرقبت خمسة قال لي مستعجب مستعجب تركب يعني خلاغة أغميشيني كما كنتم خلاغة أغميشة جميز بغلقه وكان حالة الأسمان فقوش ديخ فقوش والنس عبادة كنا على أسفة وكلكم تعرفون لأنه مالي تأجيب الأسمان قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومش لا معلم إجمالي هذا الواقع الواقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا والله هذا الواقع الشيعة وقت الحلقة قارب على الانتهاء كان في نية أن أتناول مطالب أخرى لكنني سأختم الحديث بكلام حسيني إنها رسالة الحسين أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة إنه الباب التاسع في الجزء الأول من جزئي علل الشرائع الباب التاسع الذي عنوانه علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته هذه رسالة الإمام هذه رسالة عاشوراء هذه رسالة كربلاء يا أيها الذين تقولون من أنكم حسينيون ماذا فقهتم من رسالة عاشوراء هل رسالة عاشوراء أن تضربوا رؤوسكم أنا لا أشكل على ضرب رؤوسكم هذا جزء من شعائرنا ولكن الشعائر لا قيمة لها من دون معرفة وإدراك حقيقة رسالة عاشوراء هذه رسالة عاشوراء رسالة عاشوراء ما هي بضرب الرؤوس بالسيوف بالقامات بالأيدي ولا بلطم الوجوه والجباه ولا بلدم الصدور ولا بطبخ الطعام ولا بإنفاق الأموال ولا بلبس السوات هذه شعائر هذه شعائرنا هذه شعائرنا وهي ضرورية لكنها لا تمثل شيئاً من رسالة عاشوراء هذا أمر وجداني نفسي إعلامي نمارسه وهو ضروري لكنها لا تمثل شيئاً من رسالة عاشوراء علينا أن نوظفها أن نوظفها في طريق رسالة عاشوراء وأن تكون منضبطة في الفكر والعمل والتصرف بقواعد رسالة عاشوراء هذه رسالة عاشوراء أقرأ الرواية عليكم مرة أخرى الإمام الصادق يحدثنا عن سيد الشهداء خرج الحسين بن علي على أصحابه فقال أيها الناس إن الله جل ذكره ما خلق العبادة إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه فقال له رجل يبنى رسول الله بأبي أنت وأمي فما معرفة الله قال معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته حديث أقرأه عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري من كلمات سيد الشهداء اخترت مجموعة من كلمات سيد الشهداء التي وردت في تفسير إمامنا الحسن العسكري لكن وقت الحلقة انتهى سأذكر حديثا واحدا من الأحاديث التي انتقيتها من أحاديث سيد الشهداء بحسب ما حدثنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف الرواية طويلة وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منها لما أذن سيد الشهداء لأهل بيته وأنصاره أن يتركوه وقال لهم من أن القوم يطلبونني فاتركوني فأنتم في حل من بيعتي فماذا كان جواب المخلصين منهم هناك من ترك الإمام في الطريق لكنني أتحدث عن المخلصين عن أنصاره الأوفياء هكذا كان جوابهم مثل ما يحدثنا إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وقالوا لا نفارقك ويحل بنا ما يحل بك ويحزننا ما يحزنك ويصيبنا ما يصيبك وإنا أقرب ما نكون إلى الله إذا كنا معك هذا هو الوعي وهذه هي المعرفة وإنا أقرب ما نكون إلى الله إذا كنا معك هذه رسالة الحسين وهذه رسالة أنصار الحسين لا نفارقك ويحل بنا ما يحل بك ويحزننا ما يحزنك ويصيبنا ما يصيبك وإنا هذه النتيجة هذه الزبدة وإنا أقرب ما نكون إلى الله إذا كنا معك فقال لهم ما قال سيد الشهداء إذا أذهب إلى موطن الحاجة أيضا لأن الكلام طويل وإذا ما ذكرته فإنه بحاجة إلى شرح وبيان وما عندي شيء من الوقت لهذا قال لهم سيد الشهداء من جملة ما قال واعلموا واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم حلم نراه في المنام والانتباه في الآخرة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الناس نيام فإذا ما تنتبهوا هنيئا له هنيئا له هنيئا له هنيئا له هنيئا له واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم كما يقول إمامنا الكاظم في وصاياه لهشام ابن الحكم وما الدنيا إلا صبر ساعة صبر ساعة واعلموا أن الدنيا حلوها ومرها حلم والانتباه في الآخرة والفائز من فاز فيها من انتبه فيها والشقي من شقي فيها من بقي نائما فانتبهوا انتبهوا ما الدنيا إلا أيام وتنقضي الذي يبحث عن النجاة والذي يبحث عن القيمة الحقيقية لهذه الدنيا فإنه يجد هذا في كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي نذهب إلى فاصل وخرجا من بعده الحر ليه يمكن تطرق أه يقول اني أنا الحر وما والضيفي أضرّب في أعلاقكم بالسيف عن خير من حل بأرض الخيفي أضمكم ولا أرى من حيفي حتى قتل منهم جماعة كثيرة على كبري سن جي لهم من الفواطم أجل الأغتوت أراجي الغاضرية وحامل بيوت عقوب ما شافت منم ذاهب المو طاحن وفير دم على السر يشين إجاه حسين مثل اللي يذهدر ينادي ودمه على علي ينشر أمك ما خطت من سمتك حر متاح عنا ترى أعضي ومد ما عيسين أمنا دالرجس يا خيال ما أوصح عماما بغض سلت بيض الأصفح ابدي جي الخيل نادات كيل بن رياح عميد الحور عجب يندعت بالخيل على خشوم الظلم رغم النشيل وكلمة جتولة تنهر يا جبيلة تتلبيض السيوفة وتأتنيلة لعند المعركة والجسة تتشيل العشيرة شالت بحر الضيرة الكيل منهم علي شهادة الغيرة باتظى الله ويل ما عيدهم عشيرة باتظى الله ويل ما عيدهم عشيرة وحيا على الترب من غير تغسير لا أجد أن الكلام الذي طرحته في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة كافيا بهذا الموضوع إنني كنت قد وعدتكم أن أتحدث بالتفصيل عن هذين الكتابين لكن حلقات البرنامج صارت كثيرة جدا وضغط أوجاع المرض في الحقيقة لا أستطيع أن أستعمل المهدئات لأن المهدئات الضعيفة وحتى القوية ليست نافعة إلا أن أستعمل المهدئات القوية جدا وهي تسبب الكسلة والنعاسة والغثيان فلا أستطيع استعمالها في برنامج تلفزيوني يتجاوز الساعتين ويقترب من الثلاث ساعات في بث مباشر لهذا حاولت الإجازة والاختصارة بقدر ما أتمكن وسأعود في قادم الأيام إذا ما توفرت الأسباب كي أقدم بين أيديكم برنامجا خاصا بهذين الكتابين بكتاب سليم بن قيس وتفسير إمامنا الحسن العسكري هذه أمنية ورغبة عندي لا أدري هل أستطيع تحقيقها إنما هي الأمور بأسبابها وإذا جرت الأمور بمقاديرها المناسبة غدا الحلقة الخمسمائة وهي الحلقة الأخيرة في برنامجنا الخاتمة إذن نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في آخر حلقة من حلقات برنامج الخاتمة وهي آخر حلقة من حلقات برنامج ملف الكتاب والعترة